سقوط فريق اتحاد طانجا في الفخد الكرات العالية وعدم العين بشكل بأرياحية وكرة قصيرة وش أنتم اللي رغمتوا على فريق اتحاد طانجا أنه يلجأ لهذا الأسلوب أم أنه ربما ظروف المباراة هي اللي جعلت اتحاد طانجا يعني شمع بعد الهدف الأول كرة عالية في العمق اللي ضيعت عليه بجموعة من فرص تجيل حقيقة نظن باللي لو شفت يعني الشوط الأول كان فريق شبيب التصورة متمركز جيدا فوق الميدان ويلعبنا بكوتلة دفاعية متوسطة يعني مديون موش يعني في الخلف وكنا دايما نضغط على حامل الكرة في وسط الميدان ما خليناها مش كيفاش يطوروا يعني يمشيوا الكرة ويخدموا الهجومات تعم خاصة كنا ننتظر للجهة اليسرى اللي كانت قوية ولكن اليوم القائد الفريق اللي كان غايب وسامة غريب نظن على العموم بعد صعبنا لهم الأمور وشفنا يعني في الشوط الأول طيلة الشوط الأول كانت عندهم فرصتين أو ثلاثة يعني اللي كانت متحمة بالنسبة يعني الخمسة واربعين دقيقة ما داروا ناش مشكل كبير ولا من كل جوانب لكن في الشوط الثاني الهدف اللي تسجل علينا يعني مبكر هو اللي أربك للفريق وزاد عطا حماس أكتر للفريق تنجع ولكن هما تسرعوا وبدأوا يلاعبوا في الكورات الطاويلة وهذا الشي اللي خلان عندنا لعبين ما شاء الله يعني من الجانب المفولوجية يلاعبوا مليح بالرأس طوال زايد الكورات الثانية كنا نسد دايما قرابش نجيبوا الكورات الثانية وما ارتكبناش أخطاء داخل منطقة العمليات ولا يعني في العشرين متر أو ثلاثين متر في الدفاع تعنا الشي اللي لعبنا بدون خطأ لعبنا بدكاء وعرفنا كيفاش نسير الأمور مهما ان تسجل علينا الهدف الأول ومبعدين ولينا بعشر لعبين هذا الشي أطر علينا كتير ونضمنا أننا فريق تنجع طاح شوية في التسرع يحبوا يسجلوا الهدف يعني بكل يعني بسرعة بشي يعدلوا وهذا الشي اللي خلاهم يلعبوا الكورات الطاويلة ونضمنا الكورات الطاويلة ساعتين احنا اكتر مهما اننا يعني هجوميا ما كناش حاضرين وخاصة ان في الشوطان يعني مقدرناش نديروا هجمالي باش نقدروا نديروا عليهم ضغط إضافي ونسجلوا هدف ولكن دافعنا على المكسب اللي درناه في المباراة الأولى ونضمنا في المباراتين تأهل منطقي ويعني مستحق لشبيب التصورة